أعني زيتها حاجة كويسة جداً أن هي ست بيت إحنا بيتنا بيت زكوري يعني أنا وأشرف أخوي ومعما الدكتورة في الجامعة ملهاش في الطبيق قوي يعني وتحبش الطبيق ومتهبش الأكل يعني يعني إحنا ملهاش يعني في المطبخ قوي فاللي هو بنأكل هنتغدأ يا جماعة ملوخي أروز بزيلا وفرافك الحقيقة العادية يعني إحنا بيت نأكل وشنعيش قال لي إنتو بيت عايشين وشنتأكل بيحبوا الأكل يعني دي تحب الأكل وتحب تعمل الأكل فأنا عارفة اللي هو أول ما جوزت أرجع بالليل مسألية عاملالي سندوتشات كده بساتة حلوة قوي ومش عارف إيه والحاجات عليها قال لي إيها مسأل جايبها لي مش عارف إيه أكل هامبيرجر بالجبنة وعليه مش عارف إيه فالحاجة حلوة يعني فأكون مش متعود على كده قوي يعني ده ما أكل بالليل مسأل مخرج بالليل مع أصابة وأكل بره وارجع وكل ماما نمت يعني يعني عارفة إيه يعني الانبساط بالله إن أنا في البيت كده الدنيا مختلفة شوية بتعرف تشتغل حتة دي بتعرف تأكل بتاعت ده ما شفت من خلت في إيطاليا وشفت كزا كزا عليها بده تعمل وتعمله حلو جدا أو اللي فعماها إيه بالزبط طعمي في إيه أده ما سألها مسأل في إيطاليا أهم حاجة ليه أجب لها بيستو أجب لها زيتزاكتون كزاكتون نزلت السوبرمركت نزلت السوبرمركت لازم أحلازك في السوبرمركت فيه كده استيكس دي وجبناها لازم الحاجات دي يعني مش مثلا عايزة شنطة ولا عايزة جزمة هي ديوب الحاجات المهمة بالنسبة لها نحن في السوبرمركت طب سانية واحدة دينا الحتة مهمة نقطة مهمة أول طبعا هي كانت ست بيت لا ستين هكرده لا أه لا يعني بعد كده بتدي عندها توموح والحقيقة إنه النجاح مزهل يعني أنا بدلوقتي بأمن على كلامك لأنه فعلاً لا تشاهد تطبخ في المطعم لا لا أثانية واحدة يعني هي أول ما فتحت أول مطعم وكانت هناك فاكرة قلت له أنا هاخرى المانيو دا كله هيتنسف وتعامل غيره فاكرة سحكي لي بقى قصة لا إحنا معنا شركة منهم الشريك الأساسي اللي هو هشام هو اللي عمل كل حاجة في صراحة جميلة آه يعني ياريت أي شركة زي الشخص دا يا رب هو اللي يبص يشوف دا مش بيتطلب كتير دا بيتطلب كتير بس هو مستوى أنا حتى لو مثلا مسافرة أقول لي هشام أنا أكلت حاجة شفت كذا طعمها مش عارفة إيه واسور وبعتها له هو مستمع جيد وبرضو بيشوف إيه اللي هو شايفه بس هو اللي عمل كل حاجة هو المفكر في المانيو هو بيستفد كتير بيعمل سورتشين كتير على يعني بيعمل سورتشين كتير في بيبتدي يحط مش عارفة إيه آه بس لو لإن كنت برضو لأ أنا متواجدة في المكان كتير أه هيا فكرة أساساً إن أنا كنت قد أليتها جاية مرة كده بتقول لي إحنا عندي مشروعة أقول له مشروعة أنا بتعمل حاجاتي يعني ساعة تقول لي الحميني مش عارفة أه هاتي بيليل كده فجأة على المخدة دي تقول أنا حاجة كتير أي كلام بس يعني ساعة دو أطلع من أحك كويس فقرأت لي نعمل مطعم سمك آه أنا أحبش سمك أساساً وما باكلش أي حاجة من البحر وليه سمك والزفارة دي دي فيه مكان فضي حلو قوي وفكرة مطعم سمك وقعدت مع الناس والدنيا فأنا بجيب أخيرة طيب يعني شوفي الدنيا وعايزة مني إيه ومتاع فشهر كده شهرين وبتاع حاجة جاءت لي لا إحنا خلاص مش أنا خامل السمك إحنا هنعمل إيطاليين ماشي إيطالي أنا بحب الإيطالي يعني فهي بتشتغل في مكان يعني بتعمل إيفانس والحاجات في مكان معين هنا في أكتوبر فاللي بيبقى فيه تحت محلات كتير يعني فأخذنا محل منه وكان منهم بقى الشام هو الشريك وشريف وكذا حد وهي بقى الصور بتاعها يعني بصورة الأولى الزن بتاعها ما كنتش دخلت الليلة دي يعني معها لا زن عايي وزن على الشام وزن على يعني زن على التيم كله يعني الحماس أصله حلو وأوي كمان آه آه مثل فجأة أنا من مطعم سمك في الأول دي استغبت جدا يعني لأ أصلا أنا عايز أقول لك يعني إحنا هنا بندعم جدا الصناعات والمطاعم وإحنا شايفين في البرنامج ده كله ده بخدمة مجانية تماما ما حدش بيدفع نيكلة يعني لكن الفكرة أنك أنت بتروج في بلدك لأنه المطاعم بقى مستواها فعلا عظيم فأنا ابتدت أقول للناس اللي بار لأ تعالى أنت بتنزل باريستا بالله ده أنت هتلاقيت هنا والله العظيم أكل ألطف وأحسن لو أنت في أمريكا والله يعني سياحة الأكل الوحدها دي بقت مصدمونة أمنتها عايز تبقاكم في مكان قلو ونظيف تلاقي عايز تلاقي عايز تلاقي عايز تلاقي عايز تلاقي عايز تلاقي والناس بتطور من نفسها سيرفيز زي الفل فعلا الملكة بتاعت إن هنا هيها لمحت إنه فيه آآ قالت لينونونو كل ده هيzetغير تمام وفعلا قبوس ألاقي اجتهاد شديد في أنه كأنك قاعد في روما في أي حتة ليش الطبيroz نعtery نعلي عظيم يا أشلادة워 دي بلدي وهي تعالوا على جمعيiantes ما هو هو العزيم حزم رومانسي لا ساعات و ساعات ساعات و ساعات بس هو حازم مخه كورة فقط بصراحة شغل ليه يعني مشكلة كورة مش شغل كورة يعني احنا من نام احنا مشكلتنا كل يوم من يوم اتجاوزت يا دي الحاجة اللي مش عف كيفها عليها سبعتاشر لا مش هكيف سبعتاشر السنة مش هكيف انا بحب اخش السرير انام ما بحبش اتفرج على التلفزيون بحبش افتح الايباد بحبش ابص لقيا حاجة حازم التلفزيون شغال الايباد مفتوح ساعات التلفزيون في الايد التانية اه وكلها اصوات ماتشات قديمة ليه اتفرج على ماتش في السبعينات والثمائينات ليه يعني خلاص ماتش خلص يعني الناس اللي كانوا بلعبهم مش موجودين دلوقتي لا هتتفرج ماتش مش عارفة ايه اه اه مصرحية ايه انا بمسلا بقفتني ماتشات الصبح عندي شغل فباجي باللبي الماتشات تتعاد لا مش قديمة يعني بالصبح فباجي اشوف بس عشان انا شغلي كله باطلع في تيزنو كامعة الكورة عندي برنامج في الرادي واتكلم في الكورة فلازم يعني شهد فعقول طول الوقت طبعا اقول مثلا ده اللعب وانا مش شوفش ماتش فبحاول اشوف على قلة بقاش ايه مين جاب اشتغل ايه لعب كويس لعب اشتغل عندي انا بحبه هو مش وضوع شغلي بس انا بحب الكورة فعلا بحب ملايه ماتش تفرج عليه يعني الموضوع مش اللي هو انا بعمل كده عشان اشتغل لأ انا بحب ده فبعملوا يعني بس هو طبعا ايه هنا ده سيلا مساعدة تفرجين عندنا ده مشكلة كل يوم نفس الكلام كل يوم بجد لأ لقدتل كل يوم ايه في الوقت يا حازم طب ايه انا مش شوية انا عندي احل الموضوع ده بس هو لا يطفق مع اوضا ايز اقول حياتك حاجة كان عنده كورونا ايام الكورونا انا نمت كويس جدا اه والله اسبوناك تمانع على فكرة أه لا والله ده حل أصلية يعني ده حل لطيف جدا في بيوت كتير وقت الكورونا كان حزم في قوضة وأنا رحت في قوضة تانية حياتك أنا نمت نوم نمت نوم أنا بحط راسي أنا مش بصدق نفسي وهو الكيف كمان مع أنا أصلح أنا من نوعه لا وجيت عترف له يعني أول يوم بقى بعد الكورونا بقى دخلة فقا سريري بقى يعني دخلة تاني قلت وقلت لك على حاجة ما تزعلش تفني أنا بصراحة الإسبالة فات نمت كويس أوي قال لي أقولك أنت كمان أنا كمان نمت كويس أوي آه لا أهو أنا مش شايفة حدا واشا قارس لأنه ساعة النوم بقى خلاص ده نوم ما فيهوش بتاع ده فكل واحد ينام على الجنب اللي رياحه